بيت الصحاب بيت الصحاب المشهورة مع رسوك في الشهار يشخص ويعام الامراب الكبد المشهور بيت الصحاب بيت الصحاب بيت الصحاب بيت الصحاب بيت الصحاب يا فاحبي يلي المراب هدك مش عايز اشوف دموعك نزلة على خدك تمنى لقلم مغفرة في الدنيا والاخرة بالعفو مين قدك بالشوكة لو سكتك تخفر زنوب سكتك بالعفو مين قدك يا صاحبي يلو المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك مازلة على خدك عايزة المشاهدين يا كل مريض في الدنيا اهلا بيك في حلقة جديدة من بيت الصحة بيتزاعة كل حد وكل تلاتة ساعة تمانية وعشرة في بيت الصحة بنفتح قلوبنا قبل ما نفتح مواضعنا معاكم بنستقبل اهاتكم على توليفة وتردد قلوبنا بننقف معاكم ونحاول نكون اخوانكم ونحاول نساعدكم في كل اهة وفي كل وضع انت بتحس دي كل دقة من قلبي بتقولك سلامتك سلامتك يا كل مريض في الدنيا وبشرة لفيروس لمرضة فيروسي احنا قلنا انه الابزي خلاص خلال شهور قليلة شهرين ولا ثلاثة حيكون مغطي مصر كلها وكمان الديكلانزة وده دقت الحقيقة البشاير في هل وبدأت الناس اللي داخد سوفالدي تجيني بمشاكل من السوفالدي وابتقييني الخاص ليهم يعني عيانة جثرة مثل علبة السوفالدي وقالت لي ما نشوخ ده وبطال الصفايح خالص وباخد الحق النعاة طب ايه رأيك يعني الفترة اللي عدت كانت الحقيقة استشارات فنية تتعلق بالسوفالدي السوفالدي الست كانت صفايح الدم عندها انها مش وفى لحد تلاتين الف فبالتالي هي خيصة من انها تاخد السوفالدي احنا قلنا قبل كده مين العيان اللي ياخد السوفالدي وقلنا قبل كده ما تتسرعوش وتاخد السوفالدي لانه فيه اه 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 ادوية احسن واخدل بكتير وارخص بكتير خلاص المشكلة اه اه اتحلت انا بس النهاردة عشان انا جاي الحقيقة بالعربية والدنيا نثر جدا 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 والتجو غبار جدا ربنا يكون فعون كل اخوانا اللي في السارع فانا نهاردة هنقول واسطب هايارة كده ليه البرد كلنا بنشوف نزلات البرد وكلنا بنكتوي بمرها هي افضل حاجة في نزلات البرد الراحة مجرد ما الواحد ياخد برد ما ينزلش بقى ويجري وروح ويويجي الراحة وده اهم نصيحة ذهبية في علاج نزلة البرد الراحة مهما كانت متطلبات حياتك الحاجة التانية الدفن انك تدف نفسك تدف جسمك لانه وجد انه في ارتباط بين المناعة والدفن الحاجة التالتة السوايل الدافية السوايل والعصاير الدافية احنا قلنا قبل كده نيانسون والنعناع والكراوية والزنجبيل كل دول وعصير اللامون كل دول الحقيقة هايلين جدا في البرد عثل النحل مع اللامون هايلين جدا في البرد طيب من الحاجات التالية عن الخضرات التوازيجة وشربة الخضار اكتر حاجة تقوي المناعة الحاجة في معلومة مهمة عايزا اقولها المرضى السكر لانه حصل عندي حيان سكر الحقيقة اعتقد كلمة الفيون والعيان ده يعني حده متقف ومحتنم جدا الدنيا دي سطحة او طلط الامر والحاجة كان سكره ضايع جدا كان بياخد انسولين وكانت الدنيا بايزة عنده تماما تماما الحمد لله اول مجاني زبطنا السكر في خلال عشر تيام كان كل الارقام اللي بيحلم بيها في السكر اتزبطت وفرطة اقول لكم الارقام وتعالوا نحفظ مع بعض اول ما تسحة منهم يا مريض السكر يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم السكر يطلع كام بين سبعين ومية واردعين تاني اي اي ايام فح الصبح مريض سكر لا السكر المفروض يكون كام بين سبعين ومية واردعين ده المطلوب احد يقول له طب نحنا بيقول مية وعشره طب خلينا نسهل الارقام من سبعين ل 140 اللي يصحى الصبح اللي يصحى الصبح مريض سكر ويقف الصكر على الريء يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم بين سبعين ومية واردعين يبقى اول مصحى الصبح عقف الصكر المفروض يطلع بين السبعين والمية واردعين قلعا السبعين سكر يواطع علعا المية واردعين بقيت ايه لازم بصع عالدنيا حملة ايه وكده يبقى حالي ودائما ايه في الصبح جاي من وجبة الليل اصلح ادريكك نمت اتعشيت ونمت لحد مكتب عليك في المناب ولا فيه مثلا مشكلة في النوم يبقى اذا المشكلة جاي منين من وجبة العشاء وطبعا فيه ادوية دلوقتي ساحرة ساحرة طلعت لتصبيت السكر الصايم بمعنى اي حد يصحى الصبح سكر وصايم وراح لدكتوره ومزل وطلوش السكر يبقى العيد في الدواء في الغالب او في الدكتور اذا هناك ادوية خاصة بظبط السكر صايم سواء كانت اقراف للي بياخد اقراف وسواء كانت حقا للي بياخد انسولين طيب لبقى اجي معلومة وانتهت المعلوم رقم واحد من سبعين لمائة واربعين المعلوم رقم اتنين الصبح لما تقس السكر ده جاي من وجبة بالليل يكلت زيادة فالسكر عالي يكلت قليل فالسكر وافي ياخدت الجرعة زيادة فالسكر وافي ياخدت الجرعة ايه وله يلف السكر عالي يروح تنشوار بعد ما اتعسيتش واتعسيت وما خدش بالك انه مريض السكر لما يروح مشوار او يحمل مجهود زيادة كأنه كأنه خاد علاج زيادة طيب لما حد ينرفضه كأنه كان زيادة انا مدارح بقولها العيانة في العيادة لقيتها بتقول لي والله وهي بحقيقة طيب ات زي ما تشايفين اعراض مرض السكر في صورة صغيرة جدا احنا جايبينها والحقيقة زي ما بقول مش دايما الاعراض كفيلة لوحدها انها تقول مرض السكر طبعا انت شايفين في حمام احنا جايبين صورة لدورة مية او قاعدة حمام بتقول ان الواحد بيدخل الحمام كتير وده بنسميه في الطب فولي يوريا فولي يوريا حاجة ثانية جايبين حزام احنا فخبان الوزن الواحد بين بقص وزنه كتير يبقى الحاجة الثالثة التعب والعطش الحاجة الرابعة الجرح الحقيقة ياخد فترة على ما يطول كمان بيبقى فيه بعد الجروح او النتوء البسيطة اللي احنا بمعليها فساتيس او دمامل او خلاديك صغيرة كمان يبقى فيه صعوبة في التقام الجروح ساعات العياني جيني بس بالعجز الجنسي بالعجز الجنسي طبعا الصورة نفرقية مش معبرة يعني الحقيقة دورت على صورة تبقى معبرة ان رجل وفيت بالدين دهرهم لبعض مش وشهم لبعض بس يعني احنا دايما بنقول انه فيه في مرض السكر العجز الجنسي الحقيقة الفتات ساعات بيجي لهم حاجة ممكن مش جاية في الصورة هنا تبقى عبارة عن هرش هرش في الفرد عند السيدة وساعات التهابات نهدلية اكثر منها انها التهابات الاشتبت تيجي تسكي في العيادة بايه ده هرش حكة حكة نهدلية تكون مصاحبة او غير مصاحبة بافرازات والتهابات واضحة يبقى تاني البول المتكرر عند المريض يدخل الحمام كتير مش بس يدخل الحمام كتير وكمية البولنة في ساعة تكتر يعني لاحظ انه بيدخل الحمام كتير اكتر من اللازم اتنين لا اتنين كمان نلاقي انه كنية البول كترة طيب في السيدات في السيدات بنجي بالحكة الفرجية زي ما قلنا او حكة في الفرج اه مع افرازات احيانا زائد او نقص يعني موجودة يعني مش موجودة لكن الخفافات الخفافان او يعني انخفاض الوزن الحقيقة ان انا بخفت يبقى يقولي يا دكتور ريء ناشف يا دكتور بخفت يا دكتور بتبول كتير بالنهار يا دكتور الجلبي سحيني من نوم بالليل يا دكتور عندي بعث جنسي يا دكتور عندي تنميل في اطراف صدعي يا دكتور عندي تنميل في اطراف رجلية يا دكتور عندي كسل وخمول وحس ان انا مش متضبط اقل مجهود اكعد يا دكتور ساعات بحث عرق شديد شديد الغذارة وانخصاب في درجة الحرارة وحيث ساعات اننا جسم بارد واطراف بردة كل دا الحقيقة قد يكون مقدمة تقول ان هناك سكر لكن لابد ان انوه الى ان السكر ليس مرض يعرف بالاعراض انما الاعراض اللي قلناها دلوقتي قد تكون السبب السكر وقد لا تكون السكر يا جماعة زي فيروسي اللي اتنين ما نحلبش انهم موجودين غير بالتحليل ولذلك فان السكر وفيروسي اللي اتنين يكتشفوا بالايه بالتحليل بين الاخطاء الشائعة ورده يقول لي ايه احنا عارفين من السكر وراسي فستسأله تقول له باباك عنده سكر يقولك لا وبعد ما تبغى تقاوح عليه يقولك اصل جاله على كبر ما هو موجودش حالسينها جاله على كبر عنده سكر ولا ما عندهوش بالوقتي عنده جاله ولا ما جالوش جاله خلاص شحاجة اسمها ايه على كبر طيب معنا اتصال الو الو ايوة ستم لمياء ازاي حضرتك الله يخليمك تسلم يا بي الف مبروك للمياء الله يبارك عمرك الله يخليك يا رب احنا حنعرف تحليلها دلوقتي وانا عايزك تقول لي ايه احساسك لما لمياء اه خفت ولما بشرناكم وانتو كنت تفاكدين انها ما خفتش يعني ايه احساسك اه اه بالذات انها خفت من فيروس بي وانتو تكنين في اه كومومبو اه حتة معا الحباسية شارع العمدة بجوار مدرسة او معه بالازهر ايوة وليلي بقى حضرتك ايه احساسك لما اه لمياء اه خفت احساسي كان صراحة والله هي لو ربنا بجلب من جوه انا فرحت فرحة لاني كنت يوم حفظ بعد عنا في النقطة كانت وفي بس والله نسيت نفسي وزهرت وحفتت نفسي فرحت فرحة الحمد لله رب العالمين الله يخليك يا دكتور الله يبارك في امرك الله يخليك ويقول في امرك ان شاء الله تبدأ اكتر من كده من الناس اللي تعفانا فيه الحمد لله اسلم الله يبارك فيه الحمد لله وعطينا فرحة وكلناك متوقعين من هنا عفتها عن النية اي ما هيك الحمد لله والله العظيم الحمد لله رب العالمين دعواتك اينا دعواتك اينا اي الشراحة هي انا مرضينا بحالي انا كنت عفانا متوطرا متوطرا عن اخر لما قالولنا لقى لسه فيه خيرا وانا عند الدكتور ذلك الحمد لله رب العالمين لقى من الدكتور اسركوا العما ذغرنتك ابته واخترا الصلع الحمد لله حمد لله يا دكتور الله يخليك تضغراتي جميعتي تضغرت لنا زغروتتها دلوقتي ولا ما ينفعش والله يا دكتور ونا نحمع زغروتة واحدة أنا متقر انا ما دركتك زيwy طب يلا حاضر من عني اي 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 الله يلو عبليم ب الجليه ح jurisdiction ربنا يطول عمرك يو لم ياردي صورويا M بنعرض الان تحليل لمياء جابر محمد لفزان 16 والطبيعي لفزان 16 زي ما تشايفين يبقى هي ما عندهاش حاجة وكده بنالها الف مبروك وده موباية لها 011 4912 456 011 4912 456 كومومبو العباسية بجوار المعهد الازهاري قد ايه ده بقى شعيد سعادة الدنيا لما اتسبب في شفاء حد من حاجة زي فيروس دي الحالة الثانية اه انا يعني هحاول يمكن اخد الاسم شوية لانها مش عايزة نقول اسمها بس لها قصة طريفة جدا جاتني وهي المفروض انها هتتجوز بعد اسبوعين وعندها فيروس تي وقالتلي عايزة قبل الجواج اخف من فيروس تي فقلتلها لأ فيروس تي ما بيخفش بالسرعة دي ممكن اربح شهور ممكن خمس شهور لكن نبدأ وفعلا ربنا كرم وبدأنا وجاتني اه عيادة كومومبو الاسبوع اللي عادة وهي خفتة من فيروس تي ذلك البعضع الذي كان بعضع والان لم يعد كذلك انا حاول اخد الاسم لكن هطلع التحليل اه الحقيقة وانتو حضراتكو شايفين طبعا النتيجة بتاعك التحليل اتمنى اه التحليل يصلع قدام حضراتكو وخلاص مفيش فيروس بتاعها من عند هذه العروسة اللي ليها اربح شهور اه نيجاتف زي ما حضراتكو شايفين بي في ار فور اس بي ار ان اي كوانتيتف نيجاتف نيجاتف انا يمكن احاول اوظهرها شوية نيجاتف زي ما حضراتكو اه شايفين اه وطبعا احنا اخدنا الاسم اه احتراما لزروفها وانها كنت زعلان طبعا انها وعادتني لو خفت نتصل بيها وان نفرح معاها لكن هي زغرتت في العيادة فرحتنا كلنا وبالذات انه فيروس فيه زي ما قلت لحضراتكو طيب قبل ما اكيد مرض السكر اللي قلنا قبل الاتصال الهاتفي ده وقبل من شفت حليل مريض خف من فيروس دي ومريض خف من فيروس اه اه احنا كنا قلنا اعراض مرض السكر وقلنا انه السكر ساعة يبقى يا جماعة عالي جدا من الصبح وساعة يبقى بعد الاكل بساعتين هو ده العالي وهو ده المشكلة نعمل ايه دي ونعمل ايه دي لانه الى كل مريض سكر ازاي يجي لك نوم وسكرك مش مظبوط ارجوك قل لي كل مريض سكر جندا ازاي يجي لك نوم وسكرك مش مظبوط انا مش عايز اي حد عنده السكر يتأخر على نفسه يوم واحد وسكره مش مظبوط تعالوا نسمع هذا الاسواء القلوب وعليكم السلام يا فانجم تفضل لك يا دكتور الحمد لله يا فانجم من عارف ساسة يا دكتور نعم يا فانجم من عارف ساسة الله يكرم حضرتك ويكرم اصلك اتفضل يا امه الله يبرك انا مريضة عندك يا دكتور انا من المنفوية اللي زرغتت في الاياء ده عند حضرتك اهلم وسهلا بحضرتك اهلم بيه اه اه دلوقتي يا دكتور انا طبعا انا عندي فيروس تي اه وحضرتك كاتب لي علاج لي يعني اه اه فانا عندي احتقام دلوقتي في زوري ومش قابل عريقي وخايف اخد اياء لك حاضر وبعدين عندي جنبي بقال لي تلات اربح ايام زي ما يكون فيه حتة نارة كده بوضع على طول جنب الشمال في حرقان بول ولا فيش لأ ما فيش حرقان في البول شكة مع البول تحت نعم عالجناب اي شكة عالجناب او شكة ورا ما كان الكليتين اه هي بكله الشمال طيب انت بتشربه ميا كتير ولا بننسى نفسنا في المياه بشرب ميا كتير طيب نزود شوية في المياه حللت بول ولا حاجة قبل كده كان فيه املاح في اي فترة املاح وصديد يا دكتور انا كنت مركبة دعامة لاني كان حصل عندي انتداب في الحالة طيب الف سلام عليك قولي لحضرتك الاملح كان اسمها اي يرات ولا اوجزلات مش عفو الله طيب الف سلام عليك وانا هجعوبك حالا بالوقت طيب اتمنى ااخدوا رقمها برضو هي بتقول انها من المتابعين معانا في العيادة المنوفية احنا ما عندناش عيادة في المنوفية فواضح انها بتجيلنا في عيادة اه فيصر انا ما احتقدش المنوفية بتجيلنا اا يمكن المنصورة لكن اعتقد انها بيستبع في عيادة فيفا لانه الناس البحيرة دلوقتي الحقيقة بدأوا يقولنا عيادة سكندريل تعالى نقول معلومتين تلاتة بس عايز بس اكمل نقطتين مهمين واقلب واجاوب على اختنا الفاضلة اللي اتصرت دلوقتي وعلى فكرة غالبا هي زغرفت عشان السكر الضبط سبقوني السكر لما يضبط والعيان يشوف ارقام ما كانتش بيشوفها خالف يعني يشوف 600 و 500 و 400 وفجأة يجي عندنا العيادة وياخد العلاج ويلتزل بالحاجات اللي بنقولها ويلتزل بالنظام الغذائي ويمشي على الحاجات اللي بنقولها سيجد سكره 90 95, 110 يعني ارقام انا ببقى مبسوط بيها والعيان فعلا لو عيانة بتضغرت ولا يعيان بيفرح ويزقطت لان انا بقول مشاكل السكر ليس لها الا انو حاجاتك تحافظ على مستوى السكر منتظر المعلومة التانية كما اللي انا قلتها في اول الحلقة وما كملتهاش اذا عيان السكر كان لابس مضارة وسكره مش متضبط وده حصلت مع عيان معايا هي يعني حاجة وطيفة حقولها لحضراتكو وطريفة ولكنها علمية العيان ده كان لابس نضارة وسكره مش متضبط خالص زبطتلي السكر وبقى زي الفل بقى مش شايت من نضارة فارجعلي قال لي يا دكتور زبطتلي السكر وبقى لي اسمين سكره مش متضبط وبوصل العين قلت له ازاي قال لي بوصل الرؤية نضارتي بلبتها انا مش شايت كويس بيها زي ما كنت الاول فده يمتله المعلومة المهمة السمينة اللي احنا حايفين نقولها النهاردة انه عيان السكر لما سكره يتضبط قدرته على الابسار تتحسم فهو النضارة بيجات معمولة على عين مش شايت كويس دلوقت عينه احسن فلما يروح للدكتور هيغير له النضارة بنضارة افضل واقل في القوة لانه عينه تحسمت عينه تحسمت وطبعا فرصة نقول ابوش ايدك يا كل مريض سكر في الدنيا ابوش ايدك واترجاغ كل سنة تروح للدكتور يفحص قوع عينك علشان ما توصلش لأي مشكلة من مشاكل السكر المعلومة التانية المهمة النهاردة الحقيقة وهي معلومة مهمة جدا زي لنا من كندا ويعني ثبت تماما انه فيه ارتباط قوي جدا بين الكوليسترول وحصوة المرارة اللي عنده الكوليسترول عالي لو ما زبطش الكوليسترول حصوة المرارة في انتظاره علشان كده لازم يزبط الكوليسترول وما يصبورش كتير على الكوليسترول العالي وعشان كده نبسط المعلومة ونقول عندنا ثلاثة انواع من الدهون الدهون اللي في الكرش عند الناس السمان او الرجل السمين والسيدة السمينة وعندنا الدهون اللي في الدن وهي الكوليسترول والدهون السلسية ولينا قاعدة طويلة معاها وهي اللي بنتكلم عليها دلوقتي وهي اللي لها علاقة بالمرارة لكن علاقتها اقوى بضغط الدم وعلاقتها اقوى بامراض القلب ولذلك لما العيان يستغرب ان انا كدكتور كبد وسكر عمله في بطل الدهون بتاعت الدم واهتم بيها واقول له روح اعمل تحليل بتاعت دم وروح اقول له اعمل الكوليسترول وتعلي تاني اعمل الدهون السلسية وتعلي تاني طبعا هو شيخ باله ان انا عايز اخاف او بحافظ انا خايف على قلبه انا خايف على قلبه لان الدهون السلسية والكوليسترول ترفع الضغط وكمان تجيب ضبعة صدرية وتجيب مساكل في القلب لو اتثابت على سب كده لا عيان السكر يجيله نوم لو سكره مش متضبط ولا يسقط على نفسه يوم ولا مريض الدهون اللي في الدم يسقط على نفسه يوم لا كوليسترول ولا دهون سلسية لان احنا قلنا قبل كده انه اسباب الضغط كثيرة احد اسبابها الكلا فالدكتور الشاطر المفروض لما يجيله عيان عمز وضغط بالذات لو اول مرة يجيله ضغط يعني مرحش للتكاثر قبل كده لازم يدور على سبب الضغط لازم يدور على وزايا في الكلا الكلا ساعات كتيرة تبقى هي السبب في الضغط تعالجة الكلا يروح الضغط حاجة تانية ساعات كتيرة تبقى الدهون اللي في الدم هي السبب في الضغط كمان ساعات كتيرة يبقى الاكل والشرب يعني لو عيان انا خسسته ومنحت عنه الملح وديته بعض الحاجات زي الكركديس تائع المنقوح وزي عصير الدوم وزي التفاح هي من الحاجات اللي هيلة جدا في تخفيض الضغط البحث الجنسي لمرض السكر ازاي علجه بالأعشاب هنقول بعد الفاصل هل لبحث الجنسي اللي ناجم عن السكر وناتج عن السكر علاج عند الدكتور حسين الشورى ان شاء الله فيه وحنشوف ده ولكن بعد الصاصل استميحكم عذرا في صاصل قصير ونعود بعده لنتكبل فقرات هذه الحلقة من بيت الصحة اوعوا تروحوا في اي حد بيت الصحة بيت الصحة في المشهورة معروض رد في بسرعة افرحوا يشخصوا يعاني امراض الكبد المشهورة بيت الصحة بيت الصحة رحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته كنت في الساكنة في الأقصد شراطي اليوم كان عندي الزلاد مخفضة بالزلاد مخافضة وكان لدينا زيماد مرتجعة وكان طبعا اشتكي من فورستي صد اللهي بعالا على عبالي الدكتور الشورى صدنا يكلموا بالزلاد الزلاد بالنسبة شفرة كاملة والزلاد ونفذ الناس انخفضت وانصح الناس الناس اكل بياض بياض بياضي 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 ويكسرش من الضوار معنا بيكسر من الضوار وكمان المواد الحريفة اليه هدير فيه حريفة بيثقة الكبيرة ان شاء الله كل يكون بخير واشا ان شاء الله بصدق الله سوى صدق علينا في الزلاد الشورى اكرامه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بياضي 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 السكر طبعا يستعمل اللبن او الماء بنجيب الزنجابيل ربع معلقة وبنجيب الكركم ربع معلقة بنجيب طلح النخل طلح النخل طلع النخل او طلح النخل للعين يعني اكثر الحياة بناخد منه ربع معلقة وبنجيب الجمسنج الكوري او السيبيري وبناخد ربع معلقة يبقى ربع معلقة زنجبيل ربع معلقة جنسنج فايديري او كوري معلقتين من جنين القمح يضاف اليهم طبعا لو ما عندوش سكر لعسل النحلي ولو هو مريض سكر وبنصف الواسطة للضحف الجنسي قام بمريض سكر يبقى ما يحطش عسل نحلى لكن يحط كمان مع الزنجبيل والجنسنج الكوري بيحط وجنين القمح بيحط تمن معلقة من الكوركم بتبقى لها تأثير رائع جدا كمان بزور القرع العسلي من الحاجات اللي بيقوي جدا وتكلمنا عن الجرجير قبل كده وفايده وتكلمنا عن الخص وفايده تكلمنا فيه يمكن مواقف مختلفة عن النقطة دي بسانا الحقيقة عايزة اقول نقطتين الاخ اللي خفر من الفايروس تيه كان عنده الزلال واطي جدا عايزة اقول لكم انا طلعته في الحلقة النهاردة الزلال كانت اتنين وكسف بشرة بيعلى خالص وفجأة بعد سطرة بسيطة استجاب بالعلاج فلاقيت واربعة ونصف فيعني انا دايما بطلع الحلاس اللي مش طبيعي يحصل كده يعني المفروض ما اخد شهرين ثلاثة يحصل كده لا هو الفترة صغيرة جدا ربنا كرمه فقفز بسرعة الى الاربعة ونصف في الالبيومين ودي حاجة مطمئنة جدا نحنا كنا عايزينه ثلاثة ونصف بس فوصل الاربعة ونصف فيمكن دا الاخ اللي كان اتكلم من اللقصر على الزلال الاخت اللي اتكلمت من المنفية الحقيقة انا عايز في خلال حواري ليها اديكم نصيحة بسرعة قبل ما اختم الحلقة اه طبعا انا هكلمها بعد الحلقة عشان اديها اسم المضادر حيوي فما ينفعش اقول اسم داوة على الهوى مباشرة فانا هديها اسم داوة مضادر حيوي لا يضر الكبد لان عندنا مسكنات ومضادات حيوية لا تضر الكبد ونصيحة لكل احبابي في الله مرضى الكبد لو انت راحي دكتور اسنان او راحي دكتور عظام او راحي دكتور روماتيزم او راحي دكتور تاني دايما ادويتهم تضر الكبد بنسبة كبيرة وهما بيبقوش يعني ملمنين اوك دا زيما انا مش حابقى شاطر في الروماتيزم زيه يعني هتيبقى الحكاية كده لان انا حياتي كلها جبه وسكر هو حياتي كلها روماتيزم الراجل ردنا يكرمه ايا كان هذا الزميل الصادل كل السكرة انك تخليك ناصح وتخلي زيارة دكتور الروماتيزم قبل زيارة دكتور الكبد بيوم او يومين تاخد الرشدة وتعرضها على دكتور الكبد وساعتها هيختار لك الادوية اللي ما تضرش الكبد ويستأذن زميله التاني انه يغيرها يقلل الجرعة يقيمة كله رأي مهم في هذه النقطة ما تحصل كل المشاهدين الان ارجوكم اتوسل اليكم من اجل كلا سليمة من اجل كلا سليمة اشرب اتناشر كباية مية في اليوم ارجوك اتناشر كباية مية في اليوم ارجوك كبايتين عريق الصبح بس ما يكونوش بردين ساعين بالتلاجة كبايتين مع كل اذان قزم الضهر اجري خد كبايتين مية قزم العصل ارجوك خد كبايتين مية قزم المغرب ارجوك خد كبايتين مية قزم العشاء ارجوك خد كبايتين مية الحاجة اللي انا بقولها دي هتقضي على الامساق تماما مجربة الامساق مش هيبقى موجود خالص فريطة كان اللي حاجب الامساق يأكل ثلاث وجبات بمعات ثابت يبقى يأكل ثلاث وجبات بمعات ثابت كميات كبيرة من الاكل محترمة في محات ثابت يثبطه على الساعة ويشرب الاثنشر كباية في مية دول بس مش في وسط الأكل أنا قلت في الأذان عكي نيبقى بعاد عن موعد الأكل كده الإمساك حيفك وكده الكلة ومشاكلة حتفك ورجالك دايما نجي معيني يقول لي عندي الإمساك ونغذف الكلة في الجنب اللي مين أو الشماء الراجل ده نقل في الماء قبيب تاني كمان كباية حل في بر بتلاشة جنيه من العطار تغليه وتصف فيه وتحليه وتشربه هو زي الأش في شكله بيتغلي ويتصفى ويتحلى ويتشرب اللي واظب على هذا والله ما يجرى له حاجة في الكلة خالص 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 طيب احنا الحقيقة يعني النقطة المهمة قوي في ضليات الشوارع وانا عملت يعني يعني في حياتي الكثير من التقارير عليها واستغرب جدا لو جبنا لبس قبل ما نحطه على جسمنا خاص لا يكون في جرب ولا مدام مستعمل لا يكون حاج باللي قبل كان عنده مرض طب ازاي الأحشاب اللي من على الأرض ولا من عند ناس تاخدها وتحطها في بطنك كده ولذلك انا هنصحكو نصيحة لله اي حاجة فيها عسل نحل روح اشتراه من كله الزراحة اي حاجة فيها عسل نحل روح اشتراه من كله الزراحة يتقالك ايه عسل نحل جبلي سدري ببلي خبلي جبلي كلام فاضي بيضحك عليه مش حاجة ماكده احتن حاجة تروح تجيب عسل النحل من كله الزراحة او من مدرسة الزراعة قريبة منك هو ده اللي حيبقى مضمون غير مبالغ فيه الكيلو ما يزدك عن 20 جنيه اشتري ب500 جنيه ليه او 600 جنيه ليه عزيزي المشاهدين خلص وقت الحلقة ما زال عندنا الموضوعات الكثيرة اللي احنا حكيها المرة القادمة ان شاء الله بإذن الله تعالى تستطيع التواصل معنا على ارقام الواضحة على الشريط على السياسة بالوقت تستطيع التواصل معنا على او تدخل على بيت الصحة على الفيسبوك وتبعث كل اسئلة وحنجاوب عليها ان شاء الله عزيزي المشاهدين خلص وقت الحلقة وان شاء الله للحديث بقية ما دام في العمر بقية عزيزي المشاهدين امنوا معي اللهم اصطرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووحدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صمعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بزنبي فاغفر لي فانه لا يخفر الزنوب الزنوب الا انت اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن نأمتك ناصية بيادك ماضن في حكم وقعدن في خضائك اسألك بكل اسم انه لك كميت بي نفسك او انزلته في كتابة او علمته احدا من خلقك او استأثرت به استعلم الغيب عندك ان تدعى القرآن العظيم وربيها قلوبنا وجهاب احزاننا وجهاب امونا وقلوبنا بقية حاجة البطيطة خالص في خفلة بين الحياة والموت في مستشفى كبر القبة العذكاري الآن اتمنى اتمنى ان شاء الله ربنا يشفيها وامها الحياة استحلفتني ان انا اجيب خريفها دلوقتي في الحلقة فاي حد قادر يستطيع التواصل معنا ندله عنوانها في مستشفى كبر القبة العذكاري خفلها خفلة عمرها ثلاث سنين وقعت من الدور السادس تكاريف المستشفى عزبين ألف اثنين اليوم كل حد يستطيع انه يتعبها يذهب حتى بنفسه لانشفى كبر القبة العذكاري او يخب العنوان والاسم ويخب نفسه على سين يسعى الهجا الخير عزاني شاهدين صلى الله عليه وسلم تبصمك بوادي اخيك صدقة وختامنا بابتسامة وشكرا والسلام عليكم اطلاع اشتركوا في القناة